رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أحمد وليحيا يطل على الجماهير الرياضية وعشاق منتخب المرابطون معلناً الإطاحة بالمدرب الفرنسي كورتين مارتينيز وطاقمه بعد الإخفاق في مشوار تصفيات كأس العالم قطر 2022 إقالة الناخب الوطني مارتينيز جاءت بعد ثلاثة هزائم متتالية موني بها المنتخب في تصفيات مونديا القطر كانت أولها على المركب الأولمبي بالعاصمة نواكشوت أمام زامبيا بهدفين لهدف ثم الخسارة الثانية أمام منتخب غينيا المتواضع وتلا ذلك خسارة ثقيلة ضد منتخب تونس بثلاثية نظيفة ولم يشفع التعادل السلبي ليلة البارحة أمام نسور قرطاج للناخب الوطني ولا طاقمه الجماهير الرياضية والصحفي الرياضيون وعشاق المنتخب كانوا قد عبروا عن غضبهم من مارتينيز واتهموه بالافتقاد للحلول واستدعاء لاعبين ليس لديهم أندية وغير جاهزين للعب واستبعاد مواهب شابة ولاعبين محترفين مثل ياسين والشيخ الولي مارتينيز وبعد انتهاء المشوار ينهي سبعة أعوام مع المنتخب بدأها في العام 2014 وتطور معه أداء المنتخب من المرتبة 203 عالميا إلى 84 ضمن منتخبات العالم والحصول على جائزة أفضل منتخب إفريقي في العام 2018 وكذلك التأهل التاريخي لبطولتي كأس إفريقيا 2019 و2022 القادمة والتأهل للمجموعات في كأس العرب إلا أنه يعاب على المدرب غياب الحلول الهجومية للمنتخب فهو من أقل المنتخبات الإفريقية من حيث صناعة الأهداف وتسجيله نهيك عن ضعف اللياقة البدنية لعدة لاعبين واستدعائهم للمنتخب ولتصفيات كأس العالم 2022 وهو ما بدى واضحا في المباريات الثلاث التي خسرها المنتخب من التصفيات واليوم قد غادر مارتينيز مشكورا بحسب العديد من المحبين يبقى السؤال الأهم من القادم على رأس المنتخب؟ وما هي البدائل والحلول وخطة اللعب القادمة؟